أهلا بكم من جديد رحبت إيران بقرار الحكومة العراقية إرسال قوات إلى المنطقة الحدودية مع قليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي وحيث يتمركز معارضون أكراد إيرانيون وأعبر المتحدث باسم الخارجيات الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة الفنية لبغداد في حال طلبت الأخيرة ذلك لمواجهة أنشطة المعارضين الأكراد يأتي ذلك بعد أيام من قصف إيراني لجماعات كردية إيرانية معارضة في شمال العراق وأتتهم طهران هذه الجماعات بشن هجمات على أراضيها انطلاقا من العراق وللمزيد ينضم إلينا من أربيل مرسلنا غسان خضر غسان مساء الخير كيف تنظر أربيل إلى قرار الحكومة العراقية نشر قوات على الحدود مع إيران حامد أربيل تنظر إلى هذا القرار بأنه قرار إيجابي بنسبة كبيرة وأيضا يأتي في وقته خصوصا أنه جاء بعد زيارات متكررة لرئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني إلى بغداد في أقل من أسبوع هو زار بغداد مرتين والتقى مسؤولين عراقيين هناك منهم رئيس الوزراء العراقي محمد شيعة السوداني أيضا من المفترض أن يضع نشر قوات على الحدود العراقية الإيرانية حدا للقصف المتكرر لمواقع في إقليم كردستان لما يسميهم من الجانب الإيراني بالمعارضة ولديها أنشطة معادية كما يقول لكن أيضا حامد هناك تخوف لا يمكن إخفاؤه وهو هل الترحيب الإيراني بهذه الخطوة يعتبر اعتراف من الجانب الإيراني بأنه لن يقصف أراضي إقليم كردستان مرة أخرى خصوصا أن إقليم كردستان لديه تجارب سابقة استهدفت أماكن في قلب أربيل قبل أشهر في وقتها قال الحرصة الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع للمساعد الإسرائيلي لكن تقرير عراقي فند هذه الادعاءات وقال بأن المكان المستدف هو منزل لرجل أعمال عراقي موجود في أربيل وهي ليست استهداف للمساعد الإسرائيلي بالتالي هناك ترحيب بهذا القرار لكنه أيضا ترحيبا قد يكون حذرا ممد الالتزام الجانب الإيراني بهذا الاتفاق هل سوف تقصف مواقع في إقليم كردستان بحجج أخرى هذا غير معروف لكن بالمجمل هناك ترحيب في هذا القرار والجانب هنا في إقليم كردستان المسؤولون في إقليم كردستان يقولون بأن الاكتفاء بالإدانة للجانب الإيراني لن تكون كافية دعوا إلى عقد محادثات ثنائية بين الجانب العراقي والجانب الإيراني وبالتالي ربما هذا الاتفاق وترحيب الجانب الإيراني قد يضع حدا للقصف المتكرر لمواقع في إقليم كردستان لأحزاب المعارضة الإيرانية لكنه أيضا يبقى اتفاقا مشروطا إذا ما تم اختراق العراض العراقية مرة أخرى خصوصا أن هناك أيضا قصف تركي على مواقع في إقليم كردستان نعم هل هذا الترحيب من أربيل ربما مشاركة تشكيلات من إقليم كردستان العراق في هذه المناطق وأين تقريبا على الحدود ستنشر هذه القوات حامد يعني هو الاتفاق الذي أقره محمد شيع السوداني رئيس الوزر العراقي يتضمن بنشر قوات عراقية من الجيش العراقي وأكضا من قوات البشماركة على هذه الحدود لكن الحدود العراقية الإيرانية هي حدود كبيرة جدا أكثر من 1400 كيلومتر وبالتالي لا يمكن نشر قوات على جميع هذه الأماكن سوف تتطلب مزيد من الجهد ومزيد من العناصر لكن حتى الآن هذا القرار هو يأتي فقط لمسألة واحدة الجانب الإيراني يصر بأن المعارضين الإيرانيين الموجودين في إقليم كردستان يعني يهربون السلاح إلى إيران وهو ما يحاول هذا الاتفاق يعني وضع حد لهذه الادعاءات بأن المعارضين الإيرانيين في إقليم كردستان هذه منشاط عسكري يتضمن إيصال أسلحة وذخائر إلى إيران انتشار القوات العراقية على الحدود قد يضع حدا لذلك وبالتالي قد لا يتم استهداف أماكن في إقليم كردستان في الأيام السابقة كما حصل قبل أيام وذهب يعني سقط الكثير من المدنيين وحذرت الأمم المتحدة من استمرار تصف الجانب الإيراني لمواقع في العراق في إقليم كردستان نعم واسان خضر من أربيل شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر